موسيقى السلام عليكم كيف هل الآيس كريم أو الآلاقلاس ممكن اختليك الموضوع قليلا غريب وهذا ما سوف نرى في هذا الفيديو لكي نرى هذا السؤال سوف نعمل بيانات أو إحصائيات لكي نستطيع ان تقيقها أو لا تقيقها ولهذا سوف نرى هذا السؤال بيانات أو الآلاق وعادة حالات الغرق مع مرور الزمن كيف من سوف نرى هنا الزمن غير عام لأسباب التي نرى في الفيديو الموضوع الفقاني بيانات أو الآلاق تحتاني بيانات أو الآلاق مع الآلاق بيانات أو الآلاق بيانات أيضا ما الذي يموته غارقه هو كي يطلع هذه الأسئلة هدرت البيانات ما الذي هدرته انا وهنا لأشك ان عقلكم دابة بدأ كي يطرح بزاف دل اسئلة كميتال كيف شد الغلام كيف نجاب استهلاك غلاس للموت وخاصة في فصل السيف نعرف ان وفاش كترتفع درجة الحرارة نستهلك ايس كريم ومع ملقع لناوله بالدليل كبارد الا ان انا نحن حيين وباقي كنت تخرجوا في هذا الفيديو ولكن في نفس الوقت تشوف ان الميبيان راتي يقول في الصحراء كانت علاقة نفس الفاريات ونفس التطور ونفس التطور من الناس المتغرقه ما هو السبب؟ السبب باش والله ما عرفنا السبب وفي الحقيقة الستاتيستيكة كانت علاقة جد واضحة بين هذه الجزء متغيرات كيف متيبيان الميبيان ولكن نستطر عقلم مزيان هنا على الهضر الذي قلت كانت العلاقة او تلازمية الخاصة بالسرطة كانت المتغيرات وليس كنت 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 كتابة وليس كنت 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 كتابة هنا نحل هذه القاوزة لأن أغلب المغالطات والأخطأ التي يوقعهم الباحثين في حالة المتغيرات والميبيانات يصلت إلى الافتراض السببية ونحن نحن للتطور يجب علينا مثال صغير لكي نفهمها نأخذ مئة من الطمبيل الذي نعلم منه العلاقة هي أنهم سيكون في نفس الاتجاه ولكن حتى أحدهم لا يوجد أخرى يعني ببساطة شديدة لا يمكن أن نقول أن الطمبيل البيضاء سيكون الطمبيل البيضاء لأن الطمبيل يكون جيدا بل بالعكس أن كل أحدهم سيكون غرضوا ونحن نحلل أحد القوص آخر أنه في الدراسة الكيفية ومع ذلك المرحلة المهمة والتي تأخذ الوقت هي هذه المرحلة التحديد السببية يجب التحديد share المجموعة تطبق عليها أ beispiel إن لخلاق أحساب المجموعة هل التي تطبق عليها أكل أ masculinity والتي تسمى جميع أن هاته بينما المجموعة الثانية ي veggie individuyen steel على كتاب الأول founders الخصوة مت pesご الخطأ الوارد هو أن السببية سيقول وايس كريم يعني فقانيها ده الاستهلاك ده الايس كريم هو الذي يضي لنا الموت لكن إذا شاهدتها من الناحية الواقعية المنطقية فتبدأ أنك رغم ما عنده معناه في تلك الغلابية الناس تكون صمي و القلاس في الصف و معمارهم متوب بذل بلان هاد ماهذا ماهذا من المنطق فالعقل المنطقي يقول لنا أنه ممكن يكون واحد العامل ما اكس هو الذي يضي الى الارتفاع الاستهلاك ده الايس كريم و في نفس الوقت يضي الارتفاع العدد من الناس وهذه المنطقية بالنظر الى الميبيان تلقوا ان في عدد محدد من الأشهر في السنة يرتفع الاستهلاك الأيس كريم والنسبة للناس التي يموتوا غارقين هذه الأشهر كما تلاحظون هنا من ماي إلى سبتمبر الأشهر هم أشهر الحرارة فصل الصيف فصل الصيف تكون الحرارة مرتفعة يستهلك الأيس كريم بالمقارنة ينسيغ مع الفصل الأخرى وفي نفس الفصل النيتية بطول البحر يتتبع حولها بالردو وفي هذه الفتراتها يرتفع حواديث الغرق بالمقارنة مع باقي الفصل فعلى أين هنا الهيئة 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 أصبحت طواضحة ومنطقية يعني نرى في السحينة الهيئة 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 لأن كلما زاد الاستهلاك الهيئة 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 كلما تزاد حواديث الغرق ولكن من طبيعة الحال السبب الغرق هو الاستهلاك يعني الناس يموتوا لأن يستهلكوا وإنما السبب هي الحرارة المرتفعة التي تجعل الناس يبطل البحر بكترة في فصل الصيف وبالتالي تكون احتمالي يغرقون الناس كبير بالمقارنة مع الفصل الأخرى على سبيل الصيف على سبيل الصيف نطلب من الناس أنهم يريدون البال وفي كل هذه التعديد خاصة من يجعل المصطلحات الهيئة المتخدرة المتابعة في المنطقة الأخذ التالي في المدينة الإلكترات المتابعة كان عندما يتبعون أنه يتبعون أنه لا يتبعون أنه لا يتبعون أنه لا يتبعون إلى الخطئ اشتركوا في القناة